طيب ممنازمة منتخب مصر ومعسكر منتخب مصر روي فيتوريا اختار 27 لاعب في قائمة منتخب مصر نهال والدياتين النيجر وليباريا ان شاء الله القائمة كالتالي حراست المرمة فيها محمد الشناوي أحمد الشناوي ومحمد صبح مش موجود محمد عواد وبعد شوية هقول لكم ليه محمد عواد مش موجود خاط الدفاع في كريم فؤاد وعمر جابر وعلي جابر وحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وايضا محمود الوينش ومحمد حمدي واحمد أبو الفتوح ده خط الدفاع اما خط وسط الملعب ففيه حمدي فتحي وطارق حامد طريق حامد يقود مرة اخرى لمنتخب مصر وفين طريق حامد كان بعيد تماما على منتخب مصر وقت كالوس كيروش ايمان اشرف ومحمود حمادة وامام عشور واسلام عيسى وان كان ايمان اشرف ممكن يلعب كباكليفت او كمساك او حتى وسط الملعب زملاء مع كالوس كيروش اسلام عيسى واحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وفي خط الهجوم محمد صلاح وعبد الرحمن مجدي واحمد حسن كوكا ومران حمدي ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن ترزيج هذه هي القائمة قائمة منتخبنا الوطني للوديتين القادمتين امام النيجر وليبيريا المحترفون السلاسة احمد حجازي وطارق حامد واحمد حسن كوكا وصلوا الى القاهرة مساء الاحد استعدادا للانضمام لمنتخب مصر في معسكره المقام حاليا في الاسكندرية هيصل يوم لتنين ان شاء الله امر مرموش ومصطفى محمد لسه لحد دلوقتي ما تحدتش محمد صلاح موعد وصوله الى المعسكر قائمة حلوة لسه بس اقول لكم حاجة في قائمة منتخب مصر فيما يخص محمد عواد فبيتوريا فضل ياخد اللعيبة من الزمالك اللي ممكن يبقى ليهم بدائل جهزة ويقدر الزمالك يعتمد عليهم الفترة اللي جاي ما يبقوش مرهقين قوي محمد عواد عشان الزمالك بيعتمد عليه اكثر من اي حارس اخر محمد صبح لسه ما دخلش يعني في الاجواء وبالتالي سيم محمد عواد في المعسكر ده وممكن يبقى موجود الفترة اللي جاي المعلومة المؤكدة المعلومة المؤكدة انا بقوله لكم ده ده حصل ما بين اعضاء الجهاز الفني بينهم وبين بعضهم لكن لا زمالك في اتفاق مع فريرة والمدرب فيتوريا ولا محمد عواد يعرف اصلا هو ما اتخذش لو كان متصور انه هيتاخد بس هاي دي الحكاية النسيب محمد عواد دلوقتي وهنستخدمه في معسكرات اخرى خاصة ان محمد عواد متقلق جدا في الفترات الاخيرة ده بالنسبة لمنتخب مصر